اشتركوا في القناة سفير روسيا للتحادية لدى المملكة يرافقه سيد جريغوري جيلي فيلي كيخ نائب صندوق روس كونغرس الروسية تابع للإدارة الرئاسية وسيد توما شوفي فلاديمير من مركز تربية الصقور في كامشا تيك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهما للبلاد وتشرف الوفد بتقديم هدية إلى جلالة الملك المعظم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا للتحادية الصديقة وهي عبارة عن صقر من أفضل الصقور السيبيرية النادرة وذلك تقديرا لجلالته ولعلاقات الصداقة التي تربط جلالته بفخامة الرئيس الروسي كما تسلم جلالته هدية أخرى من مركز الصقور الروسي عبارة عن صقر من الصقور النادرة ورحب حضرة صاحب الجلالة خلال اللقاء بسفير الروسي والوفد الزائر الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته الطيبة لجلالته بوافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتطور فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقية وأعرب جلالته عن شكره لفخامة الرئيس الروسي على هذا الإهداء المتميز وعن تقديره لجهود فخامته في الارتقاء بعلاقات البلدين التاريخية وأكد جلالته حفظه الله حرص مملكة البحرين على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وما تمتلكه من إرث ثقافي مرتبط برياضة الصيد بالصقور الجناص وأن المجلس الأعلى للبيئة يدعم توقيع إعلان النواع الإطاري بشأن حماية الصقور النادرة والمهددة بالانقراض مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما وصلت إليه من مستوى متقدم في كافة المجالات في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيها الصديقين ومن جانبه أعرب الوفد الروسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وعلى ما يليه جلالته من حرص واهتمام على تعزيز العلاقات الوطيدة وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر